ينضم إلينا من رمالة فراس لطفي للمزيد من التفاصيل على الارتفضل فراس يعني فيما يتعلق بالإعلان إعلان ضخ أموال كبيرة للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية واضح كما يرى الفلسطينيون أن هناك تبادل الأدوار بينكفيرا الذي يسلح المستوطنين بشكل منفلت وغير منضبط ولا يتم من خلال هذا التسليح للمستوطنين للكشف الأمني عنهم إذا ما كانوا متورطين في أعمال جنائية أو حتى عنف أسري يتم توزيع السلاح عليهم بشكل كبير حتى بات أكثر من 200 ألف مستوطن يطلبون التسلح ويطلبون امتلاك سلاح بالمقابل سموتريت يقوم بدور الضغط على بن يمين نتنياهو وابتزازه لأخذ أموال إضافية لتوسيع المشروع الاستيطاني 100 مليون دولار فضيلة سيتم ضخها لميزانية توسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية وإنشاء كليات عسكرية وما إلى ذلك الفلسطينيون اعتبروا ذلك بأنه حرب شاملة تخاض وتوجه ضد الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس وقالوا بأن في الوقت الذي يتم فيه حجب أموال الضرائب الفلسطينية والتي هي ملك للشعب الفلسطيني والذي بات اليوم في وضع اقتصادي سيء الرواتب لم تدفع منذ شهرين للموظفين بسبب هذا الحجب وهذا الاقتطاع الكبير من أموال الضرائب تضخ الأموال بالمقابل للاستيطان والمستوطنين اعتبروه حربا كما ذكرنا ولكن الأبرز كان هو موقف الاتحاد الأوروبي الممثل بجوزيف بوريل الذي قال بأن هذا أمر مفجع ولا علاقة له بالدفاع عن النفس ولا يجلب الأمن ولا السلام لإسرائيل وأنه مخالف للقانون الدولي كل ذلك وهذا المشهد الاستيطاني المتفجر في الضفة الغربية يأتي على قاعدة استمرار الاقتحامات للضفة الغربية لمدنها لقراها مخيماتها ستين فلسطينيا تم اعتقالهم خلال الساعات الماضية أصبح عدد من اعتقلوا خلال فترة الحرب فضيلة إلى ثلاثة ألاف ومائتين وستين فلسطينيا هذا رقم غير مسبوك إلى جانب نحو مائتين وأربعين فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين أبرز هذه الاعتقالات كانت في بن نعيم وكفر نعم ومعظم المعتقلين كانوا هناك حملة واسعة غير مسبوقة إضافة إلى مخيم بلاطة ومخيم عسكر إلى الشرق من مدينة نابلس شكرا لك في رأس لطفي من رمالة في الضفة